اشتركوا في القناة والبحرية والجوية بناء على ما تم إنجازه من استراتيجيات طورت من شكل العملية الجمركية في البحرين تستمر شؤون الجمارك وعبر تبعيتها لوزارة الداخلية في مواصلة جهودها الدؤوبة للمحافظة على المكتسبات التي حققتها وما زالت تحققها عن طريق مواصلتها في البناء والاستثمار في الموارد البشرية والتقنية واتباع أفضل الممارسات العالمية المستحدثة التي طالت قطاع الجمارك بعالمه الواسع حرصا منها على تطويع الوسائل والأدوات للاستمرار في تطبيق الواجبات والمهمات بالشكل الذي يعزز من جدوى المرتكزات التي يستند عليها العمل الحكومي بمجالاته المعروفة طبعا لا يخفى عليكم أهمية شؤون الجمارك في حماية منافذ البحرين وتسهيل التجارة وعندنا مشاء الله تبارك الله رجال تحمي البلد وتسهل التجارة في نفس الوقت وهذه من أصعب الأشياء التي تمر فيها أي مؤسسة جمهورية على مستوى العالم تسهيل التجارة وضبط الأمن وحماية الحدود إن تكريم موظفي الجمارك يأتي تثمينا لدورهم الواضح في توفير السلامة والأمان وتسهيل جميع أشكال الحركة التجارية ضمن جو يمتاز بالتنافسية والعدالة والنزاهة الحفل اليوم يعتبر لفتة طيبة من شؤون جمارك وخاصة بالتزامن مع زيارة الأمين عام منظمة الجمارك العالمية لمملكة البحرين وهالشي يعطينا دافع حق المستقبل أن نبذ المجهود أكبر ونساهم ولو بالقليل في رفعة مملكة البحرين محليا ودوليا ضبط الأشياء المخالفة والمواد التي تخل بالبلد شغلنا أمني وعندنا أحدث الأجهزة وفرتها لنا البلد من أحدث الأجهزة ومن أحدث طرق التفتيش عندنا ونخطح حق دورات خاصة حق هذا المجال شؤون جمارك البحرين باتت تشهد قفزة كبيرة في مجالات عملها كافة ولتسجل العديد من الإنجازات في كل مناسبة تؤكد على الدوام شؤون الجمارك على عظم المسؤوليات الوطنية الجسام التي تطلع للقيام بها وتشير إلى دورها الهام في تعزيز أمن المملكة وحماية المجتمع ومساهماتها الفاعلة في معادلة الاقتصاد الوطني من خلال تنمية حركة السفر والتجارة المشروعة وتقديم خدمات جمركية مثلى برا وبحرا وجوا بشكل يبقي على حيوية الحركة التجارية في عمليتي استراد وتزدير البضائع من وإلى البحرين لتليزيون البحرين محمد الشيدات